السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازاكم شباب ان شاء الله في الفيديو ده هنوضح استخدام التايب سكريبت فعليا في المشاريع اللي احنا بنعملها بس صلوا عن نبيه عليه الصلاة والسلام يعني في الفيديو ده هننظم شغلنا شوية في التعامل مع التايب سكريبت دلوقتي شباب انت لو بتبني مثلا اي كوميرس مثلا او اي امبليكيشن بتتعامل معا بي نقسم كل حاجة الكمبوننس تمام اتفقنا في الرياكت بنقسم كل حاجة الكمبوننس الكمبوننس دي بنعرضها كجيس اكس ممكن انت بعت لها بروبس معينا فمحتاج تحدد التايب بتاع البروبس دي وزي ما احنا نوضح بالمثال بتاعنا طيب جميل جدا نفترض مثلا شباب ان انا عامل هنا كومبوننس باسم برودكس بالشكل ده الكمبوننس ده المفروض هو اللي بيزهر معايا في الصفحة زي مثلا موقع امازون بيعرض لي المنتجات بتاعتنا كجيس اكس تمام الداتا دي طبعا اللي هي برودكس داتا ديت المفروض بتفتش البيانات ديت عن طريق انت بوينت موفرها لك الباك انت او اي بي اي بتفتش منه البيانات وتبتدي تعرضها عندك في الصفحة كجيس اكس تمام احنا في الاجزامبل بتاعنا ده الداتا بتاعتنا دي متخزنة فيريبل بالشكل ده هارد كود يعني دي اللي بنسميها الضمي داتا تمام او الضمي داتا بعد كده محتاجين بقى نعرض الداتا ديت فعملنا لوب على الداتا انها بتمثل الري وطبعا ما فيش اي مشكلة طيب جميل جدا طيب نتخيل كده ان الداتا دي يا شباب جاينا عن طريق البروبس ان انت مثلا بتفتش البيانات في الكمبوننت بتاع الاب وبعد كده بتروح تبعطها لي ايه لي البرودكس ايه كمبوننت ازاي الكلام ده على سبيل مسال خدت البيانات من هنا اكني انا عملت فتش لي البيانات بالشكل ده خزنتها في ستيت معين مثلا او عندي البيانات دلوقتي موجودة حاليا في الاب طيب لو انا عايز اروح ابعطها للبروبس لان انت لو اخدت بالك كده دلوقتي البرودكت داتا دي مش موجودة فبالتالي انا محتاج اجي هنا انادي الاول على البرودكس بالشكل ده وبعد كده البرودكس ديت عايز ابعط لها الدياتا اللي هي اسمها برودكت داتا البرودكت داتا ديت محتاج اقول له هنا برودكت داتا هروح ابعطها كبروب بالشكل ده تمام فبالتالي انا هدخل هنا بقى لي البرودكس محتاج اجيب هنا البروبس ديت اقوله هنا بروبس بالشكل ده البروبس دي محتاجة حدد نوعية البيانات بتاعتها فبقوله هنا برودكس بعد كده بروبس بالشكل ده البرودكت بروبس ديت المفروض باجي انشئها هنا صح كده بقوله هنا الطيب بتاعنا بعد كده برودكت بروبس بالشكل ده ويه هيكون جوه البروبس ايه هيكون جوه الدياتا بتاعتنا اللي هي بتمثل ايه هنا اللي انا ببعطي هنا شباب اسمها ايه اسمها برودكت داتا فبقوله هنا البرودكت داتا بعد كده بحدد نوعية البيانات الموجودة جوا البرودكت داتا طيب هي البرودكت داتا شباب جواها ايه لو جينا نفتحها كده هتلاقي ان هي عبارة عن array of objects كل object بيمثل product والمنتج الواحد للأيدي بتاعه للنيم بتاعه للبرايس للديسكريبشن صح كده طيب جميل جدا يبا انت محتاج تحدد نوعية البيانات ديت زي ما شفنا في الفيديوهات اللي فاتوا طيب جميل جدا انا دلوقتي عشان هننظم الشغل بتاعي ممكن اجي هنا انشق هنا فايل جديد او انشق كومبوننت جديد او اسف فولدر جديد هسميه هنا types بالشكل ده ده اللي هيكون جواه جميع الtypes اللي انا بتعامل معه في الابليكيشن فممكن اجي هنا اقوله ان انا عايز انشق type باسم مثلا app.ts بالشكل ده الapp.ts ده هيكون جواه جميع الtypescript types اللي انا بتعامل معه اي type خاص بالtypescript هبتدى اضيفه هنا واعمله export عشان اقدر اوصله في اي مكان في الابليكيشن على سبيل المثال هبتدى انشق هنا type بالشكل ده الtypes ده هسميه مثلا product الشكل ده product type او product type بالشكل ده زي ما تسميه بعد كده كل الفكرة بتاعتنا ان انا هعمل export للtype ده عشان استخدمه في اكتر من مكان في الابليكيشن على سبيل المثال الtypes ده بتاع الproduct ده هي عباره عن array of objects زي ما احنا هنضفها كمان شوية بس الفكرة بتاعتي ان انا لو حبيت استخدم الproduct ده اللي هي البيانات اللي جوه الtypes دي اكتر من مكان في الابليكيشن فبعمل ايه import للtype بتاعنا ده بعمل منه import بدل معه انشقه اكتر من مرة في اي مكان في الابليكيشن لا انا ببتدي اعمل import من ايه من عندي هنا الفايل بتاع اللي انا ضايب فيه جميع الtypes بتاعت الابليكيشن كله فباجي هنا اول حاجة معايا طبعا في product هي ال id وهنا بيمثل number بالشكل ده عبارة عن رقم بعد كده هيكون عندي description هيكون عبارة مثلا عن string هيكون عندي price او السعر هيكون عبارة مثلا عن number وبعد كده هيكون عندي طبعا ال name بتاع المنتج او اسم المنتج هيكون عبارة عن string تمام كده انا حددت نوعية البيانات طيب حلو جدا وعملت export ليه الtypes ده هاخد بقى الproduct ده واجه هنا كل اللي انا هعمله قلنا الproducts data ديت هي عبارة عن array of objects فبالتالي عشان احدد الtypes بتاع الarray فبعمل هنا ايه square bracket وبعد كده بكتب اللي جوه الarray هو عبارة عن object صح كده فالobject ده بدل ما عود اضيف بقى ال id هو عبارة عن رقم والكلام ده كله لا انا عملته كعبارة عن ايه كعبارة عن external type الtype ده هجيبه منين هجيبه من الاب فاتأكد طبعا ان انا عملتله import بالشكل ده يبقى كل اللي انا عملته شباب عشان انظم شغلي فبالتالي عملت هنا type هنا عملت هنا folder باسم types جوه الapp type ده اللي انا بضيف فيه جميع الtypes بتاعت الapplication لو فيه type تاني بابتدي اضيفه هنا كل الفكرة انا بعمل الفكرة دي ليه بالزبط علشان الproduct ده الtype ده لو حبيت استخدمه في اكتر من مكان في الapplication بتاعها اقدر اوصله بسهولة بدل ما عود ان شوه من اول وجديد تمام فبالتالي هنا عندي هنا ال props ديت هيكون جوه طبعا ايه الproduct data بالشكل ده فهيقدر اوصله بسهولة ما عنديش اي مشكلة ومعادش عندي اي اخطاق في الapplication بتاعي فلو جيت عملت hover كده مثلا على ال data ديت هتلاقي ان هو جايب ال data من هنا شباب جايبها من ال product بالشكل ده اللي انت ضيفه هنا طيب حلو اوي فبالتالي انت لو جيت بقى هنا ضيفت مثلا حاجة تانية ليه المنتج ده على سبيل المثال مثلا ال size بتاعه مثلا string بالشكل ده فهيجيب لي فيه مشكلة او لو جيت بصيت هنا هيقول لي ان هنا فيه ايه فيه حاجة نقصة هنا اللي هو ايه اللي هو size فلازم تضيف هنا size فانا لو جيت مثلا عملت هنا size بتاعنا ان هو optional عملت هنا question mark فهتلاقي ايه ال error الراح لان هي بقى optional مش محتاج اضيفه تمام كده شباب بتمنى يكون الفكرة واضحة وازاي اتعامل مع type script في ال application بتاعي وان شاء الله الكلام ده هيوضح اكتر في التطبيقات والمشاورية اللي احنا هنعملها اشوفك بخير الفيديو الجاي والسلام عليكم